السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتك يا ديليس مطبخ رقيا اليوم شاء الله قد نحضروا على بعضياتنا واحد الوجبة اللي يسري عبزبزبزبزف وكذلك روعة في المضاق هاد الوجبة اللي ممكن نحضروها في الغداء ولا حتى في الاشق بمندزول للمقادير وطريقة تحضير ما تنسونيش من اللي لايك إذا أعجبكم فيديو كذلك تعليق جميل لاستمرارية القناة وما تنسونيش كذلك من البارتاج مع الأهل والأحباب ولكنتوا أول مرة تتصادفوا قناتك يا ديليس مطبخ رقيا عملوا الاشتراك ضغطوا على الجرس باش توصلوا بجديد وصفاتي يلا هوا معي دابا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وفضلا وليس أمرنا الاشتراك في قناتك يا ديليس مع تفعيل الجرس مع لايك وتعليق الاستمراري وتشجيع القناة وما تنسونيش كذلك القناة مع الأحباب والأصحاب ولكم جزيلا الشكر بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو جوجي الأبيض الدجاج ممكن تعوضوه بلداند والمقادير دائما كتبقى على حساب أفراد الأسرة وغادي نحتاجو كذلك 200 مليلي ليدغ ديالك خامف خاش اللي ممكن تعوضوها بيغور طبيعي وتكون نفس الكيمية 200 جرام ديالي شامبينيون ممكن تصغنو عليهم إنما كانوش متوفرين غادي نحتاج كذلك 1 شالوت اللي قطعتها رقيق ممكن تعوضوها بالبصيلة صغيرة حتى هي تكون مقطعة رقيق معلقة كبيرة ديالة متاغد أو الخردل غادي نحتاجو كذلك نوعية من ليبات قياس 500 جرام كذلك 40 جرام ديال الزبدة هادي رمش 40 جرام طبيعة الحال غادي ناخد منها وغادي نحتاج كذلك الملحة والفلفل الأسود غادي ناخدو المقلة ديالتنا غادي نخليوها تسخن شوية فوق البوطة وغادي نجرو فيها قياس 40 جرام ديالة السبدة نخليوها حتى الدوب تماما عاد باش غادي نزيدو لها هنا شالوت اللي احنا قطعناها أرقيق على هاد الشكل العافية خاصة تكون مهيلة باش ما تتحرقش لنا هاد البصيلة هادي غادي نحط فوق من هاد البصيلة لازي سكالوب او لأبيض الدجاج غادي نزيد القليل من الملح اللي كيبقى على حساب الأدواق والقليل من الفلفل الأسود او لبزار وغادي نغطيع لهم ونخليهم يطيبو مدة 3 دقيق وفي هاد الأثناء غادي نخد كسرونة غادي ندير فيها الماء اي طيب باش نطيب فيه اللي بات وفي هاد الأثناء غادي نقلب هاداك أبيض الدجاج اللي عندي الجيهة الثانية وغادي ندوز باش نخلط معلقة كبيرة ديالة متاغد وكذلك ميتين مليليت خديال لك خامف خاش نخلطهم مسيان مسيان حتى كي نساجموا مع بعضياتهم عادي باش غادي نزيدهم على هاد أبيض الدجاج على هاد الشكل وغادي نزيدوا كذلك الكيمية اللي عندنا ديال الشامبينيون اللي ممكن تستغنوا عليهم ماشي ضروريين وغادي نخلط هاد العناصر وغادي نسدع لهم ونخليهم يطيبو على عفية مهيلة الماء ها هو طاب اللي غادي نطيب فيه الليبات غادي ندير فيه القليل من الملح اللي كتبقى على حساب الأدواق وغادي ننزل فيه الكيمية اللي عندي ديال الليبات وغادي نخليهم يطيبو مدة 10 حتى 12 دقيقة ونعودوا نطلقوا الليبات ديالنا ها هما واجدين غادي نسقطرهم زيان من الماء ما غاداش نغسلهم وابيض الدجاج حتى هوا هوا واجد انفوا سقطرت هادوك الليبات وهو مسخان غادي نزيد عليهم القليل من الزبدة وغادي نخلطهم زيان مزيان وهو مسخان هاد الزبدة هاي كتعطي واحد له جوزوين زوين بسزاف الليبات ودابا غادي ندوزو الدريساج وتيكون هدا والشكل نهائي ديال الليبات ديالنا ديال اليومة كنتمنى الوصفة ديال اليومتنا لإعجابكم كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايك والتعليق وكذلك من البارتاج واتمنى انكم تشتركوه في القناة التالي وضغطوه على الجرس باش توصلوه بكل ما هو جديد ودمتم في رعاية الله وإلى اللقاء أخي يا دياليس